يعني احنا من كم شهر اتفقنا وانا طلعت قلت انه يا جماعة انا مليش دعب اي ست متجاوزة ومش حقبل مشكلة اي ست متجاوزة ولا هتكلم فيها لكن الحقيقة مشكلة النهار ده هي مشكلة استفزتني جدا لدرجة انه انا يعني حطر اقصر القاعدة اللي احنا اتفقنا عليها من كم شهر وهنتكلم عن المشكلة دي اختين اللي اتنين متجاوزين اخت بتقول لاختها كل ما اختها بتتخيني مع جزء سي بي وهجبلك سيد سيدو اللي خليكي تستحملي كل الكلام ده اتطلقي منه وانا هجوزك راجل احسن منه فالست في الرسالة بتقول انه انا عندي مشكلتين مع جوزي المشكلة الاولين انه جوزي عصبي جدا والمشكلة التانية هو انه هو متغير المزاج انا بقرأ من الورا متغير المزاج وده عامل لي عدم استقرار في حياتي وكل ما اقول لاختي فاختي تقولي سي بي وانا هجيبلك سيد سيدو هل يردو اتطلق منه ولا ما اتطلقش واعمل ايه وكذا طيب ردا على مشكلة حضرتك كذابة كذابة السيد اللي تقولك انه في خلال سنين من العشرة ما كانش فيه خناء او اتنين وثلاثة وعشرة الكسر فيهم تريفزيون مرة والكسر فيهم ترابيزة مرة والكسر فيهم كباية مرة والدغد اغباب مرة واموا دغدهوا على البيت بيت على بعض مرة كذابة السيدة تقولك ان الكلام ده ما حصلش كذابة السيدة اللي تقولك انه انا قلت الجوزي انا عايزة فلوس وطول الوقت بيقولي تفضلي خدي فلوس وما سمعتش كلمة انا معيش مش هعرف دلوقتي يجيبلك فلوس كذابة السيدة اللي تقولك انها عايشة طول حياتها سعيدة ومرتاحة وجميلة وقد ايه مبسوطة لانه ما فيه سيدة في الدنيا متزوجة او غير متزوجة ما مرش عليها وقت او ما مرش عليها فترة من الزمن حست ان هي قد ايه مضغوطة وقد ايه قرفانة وقد ايه تعبانة وعلمت استفهمات كتير اوي منها انا ايه اللي جابني هنا وايه اللي انا بعمله ده كذابة السيدة اللي تقولك انها ماشي جزع العجين ما يلغبطوش وانه ما يقدرش يتكلم معها كلمتين على بعض ولو تكلم انا بصي مش عارفة هعمل فيه كذابة 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 ثلاث مرات العشرة بتولد المودة والرحمة والسكن اللي ربنا سبحانه وتعالى قال لنا كلنا عليهم المودة والرحمة بيبانوا في الزعل مش في الفرح لما حيتخاني معاك وحيختلف معاك عبر السنين عمر سبع سنين ثمان سنين تسع سنين عشر سنين خمستاشر عشرين تلاتين سنة اكيد حتتخانه انا عملت مختلفين انتي لو اختك اللي عملت قولك سيبيعش انا اتجوزك سي سيد لو اختك اللي معاك توقمك هتبقوا برضو مختلفين مفيش حد بتبك الحد بمش حد زي حد ف اه ايب سي بي وانا هجوزك سيد سيد وانا هجوزك احسن منه بعملك كده ليه مش عارفة ايه احنا كلنا مختلفين وكلنا بنتخانق لكن الفرق ما بين ناس وناس هو ان فيه خلاف متحضر وفيه خلاف هامجي فرق ما بين زيجة وزيجة ان فيه زيجة بتحكمها المودة والرحمة والغفران والسكن وفيه زيجة اتعدمت من المودة والرحمة والسكن عشكا ده بتطلق لكن اطلق لمجرد ان هو عصبي ومتغير المزاج لا طيب اي واحدة بقى عايزة تخرب على واحدة زيها يعني من جنزها وبتقول لها اطلق وانا جيبلك سيد سيدو عملنا خلاص الكلمتين المعقل دول بنرجوها للعادي انا هجيبلك سيد سيدو خلاص سيد سيدو دلوقتي حديك حديك معاكي واحد عصبي ومعاكي واحد متغير المزاج هتخذي بقى سيد سيدو خلاص سيد سيدو ده اللي هو هنا سيد سيدو بقى ده المفوضي بقى فيه حاجات تانية غير ان هو عصبي متغير المزاج خين هتقبالي يعني لو شلتي عصبي وخدتي خين هتقبالي لو شلتي متغير المزاج وخدتي صليت اللسان بيشتمك هتقبالي هتقبالي انه يضربك هتقبالي انه يشغلك وياخد فروسك طب هتقبالي انه هو بخيل وما بيصرفش عليكي هتقبالي انه هيكون ابن ماما هتقبالي يعني انتي لو شلتي واحدة من دول ومش عاجبينك ها اللي عايزة تجوزك سيد سيدو ما هكلو الإنسان فيه عيوب هتقبالي بقى فيه بقى العيوب دي عشان تطلقي من جوزك وتاخدي سيد سيدو سيد سيدو حيبقى فيه حاجة من دول هتقبالي بقى هتقويل الحمد لله رب العالمين على إنه عصبي ومتغير المزاج لأن أنا مش حعرف أستحمل ولا حاجة من دول ما تخليش أولا واحدة أولا واحدة سيدة تخرب عليكي وتقولك سي بيجوزك علشان هو مش قمتك مش معدرك هو بيعملك كده ليه لأن البيوت المقفولة ما حدش عارف بيحصل إيه جواها إيه بتكون نفس الست اللي بتقولك الكلمتين دول بتتضرب بتصطبح بعلقة وتتمسى بعلقة وتتعشى بعلقة واحدة ميل فا